كلم في حتة كده سمتها الخادم المسجون الخادم المسجون في ناس اتسجنت بجد في الخدمة زي القديس بولس والبطرس وكل الروس والعدو عالسجن بس تستغربوا ان بولس من السجن كان واضح ان نفسيته حلوة او في وقت تاني كانت مشاعره متلخبطة خالص كأنه في سجن داخلي يعني بولس لما كان في سجن روما بعت افاسوس فيليبي كلوسي ثلاث رسائل بيشروا سلام وفرح وحب كأنه قاعد في القلاية بتاعته في الجبل ما اشتعبان ما تروحوا لتسالونيكي ما كانش في السجن تسقلنا فوق الطاقة يأسنا من الحياة كان لنا في انفسنا حكم الموت ده واحد جواه ضغط نفسي فضيع فانا مقصدش بالخادم المسجون المسجون فيزيكالي جواسك لكن انا لاحظت ان فيه خدام كتير متربطين مش عارفين ينطلقوا بيحبوا ربان بس فيه شوية افكار على شوية مشاعر مربطاهم مأيداهم مخلياهم متعطلين عن رسالتهم وده اللي نفسي كتير منكم يطبقوا على نفسك لا تكون انت كده يتكون جواك محبة ربنا ومحبة للناس ومشاعر حلوة بس فيه حاجات كده داخلية حطك في سجن مكلبشاك وعملالك ضغط نفسي في سجن اول سجن فكرت فيه هو سجن الخوف الخوف شعور بيتولد مع الطفولة واحيانا ما بيتعالكش صح فبيجبر معانا وممكن يوصل انو انت 80 سنة عندك مخاوف طفولية فسجن الخوف ده له اشكال كتير او واحد خايف جدا على الناس اللي حواليه وده ربطه زيادة واحد خايف قوي على منظره معطله في الخدمة واحد خايف قوي يغلط مش عشان ربنا يعني لا هم بيخاف يغلط بزيادة فتلاقي عامله توطر كأنه سجن داخله بينما لو الانسان تخلص من الخوف بيبقى زي الطفل اللي بيتحك من قلبه وساعة ما يخدم يخدم بطلاقة كده يخدم بنسيابية يعني ما فيش حاجة فرق معاه فما اجمل الخادم اللي تلاقيه منطلق بطفولة كده واضح ان ما فيش خوف حبسه يعني لكن اغلب الخدام محبوسين بدرجة ببعض المخاوم ساعات الخوف من المسؤولين خلينا اقولكوا اعتراف يا جماعة انا السنوات الاولى في كهنوتي انا كنت خايف من كل حاجة خايف ان انا منجحش ككهن خايف قوي من البابا شنودة كنت متصور انه شديد اوي خايف من الكهن اللي قابلي لاني انا حاسس مش هعرف ابقى زيهم ابدا خايف اغلط في القداس فكان الحقيقة شعور اساسي مش مخليني مستمتع بالكهنوت هو الخوف نشكر الله بابا ايتش بخاف اوي عادي لكن انا اذكر ان في سنوات في اول الكهنوت ما كنتش حاسس بجمال الكهنوت ولا النعمة اللي انا خدتها بسبب السجن ده بسبب الحبسة دي ان انا ميال من المخاوف كده ويقول لها مخاوف طفولية يعني مخاوف يعني تدل على صغر نفسه لكن مش مفروض ان انا كنت خاف ساعات يبقى فيه خوف على اللي حواليك خايف بزياد على والديك خايف بزياد على ولادك على نفسك ساعات يبقى خوف من الفشر مش معنى انك خادم وبتحب ربنا ان المخاوف الطبيعية ما بيجيش عندك لا انت انسان في الاخر واي واحد ما بيحبش يفشل فبيبقى عنده رعب احيانا من الفشل خوف كل ده خلي بالكم ده غير الخوف المقدس الخوف المقدس ما يجيبش سجن ما يجيبش وجع لا لا الخوف المقدس يجيب نقاوة يجيب راحة نفسية يجيب سلام عجيب خايف تبعد عن ربنا فحريص على اجبيتك وانجيلك خايف عيالك يضيعوا فبتفتقدهم لا ده مخاوف مقدسة ده ما تجيبش السجن خالص لكن تقول لازم تميزه دايما بين المخاوف اللي تسجن والمخاوف اللي تطلع من السجن تاني نوع من السجن سجن الشهوة فيه خدان كتير محبوسين في الحتة دي حب ربنا وبيحب الصلاة حب الجو الروح وعاوز يوصل لولاده بس مزلول من شهوة مزلول وغالباً يا شهوة جامعة مالي يا شهوة جسدية مسيطرة عليه فده سجن آخر بيبقى محبوس جوه ده غير الخوف ومتدايق من نفسه وحازس ان فيه حاجة مسلسلة في رجلين عاوز يروح وييجي وكسر الدنيا ويخلي الناس تحب ربنا ويعمل وينجز وبعدين في كل كم يوم يتدب على وشه كده ويقرف من نفسه ويتدايق ويتعكن والدنيا تتبقى ملخبطة حواليه كده مش عالف انا انفع اخدم ولا ما انخدمش سجن الشهوة ده ساعات شهوة الصهرة ده من اوحش السجون كنت بذاكر كتاب الكهنوت لزهبية الفم كان مرعب في الحتة دي قال اللي يدخل عالكهنوت وهو شغله المجد الباطل ده مش هيضيع نفسه بس ده هيضيع شعب ده دي سيئة جدا في الكهنوت ان الواحد يكون مغلوب بفكرة الشهرة المجد الباطل ده دي دي تسيطر على الواحد تسجنه يبقى بيعمل كل حاجة عشان الناس هتقول ايه في خدام محبوسين في الحتة دي كلما حضر درس يقولك الامين هيقول ايه العيال هتعجب بايه يا عم الناس هتتغير ولا لا هو ده المهم انت تستفدت من الدرس ولا لا خليك في المفيد هو محبوس في حتة تاني شهوة الجسد بما فيها من اكلة وخطيئة شهوة العين القنية مصد بها في خادم تلاقيه موضوع انه يغير العربية واكل عقله واخد منه طاقة نفسية وتركيز فضيع بيحلم انه هيغير العربية حبيبي خطارة الوقت والجهد والتركيز في الموضوع ما يتغير العربية ببنا يديك يعني مش دي القضية خالص لكن تبقى الحتة دي مركز فيها قوي كده ده سجن سخيف يعني على واحد بيخدم ناس وبينقذ نفوس يعني اذا ده نوع تاني من السجن نوع تالت من السجن اللي يمنع انطلاق الخادم اي خادم مش بكلم عكارس بس سجن الحدود وده بصراحة سجن خارج يعني ايه ربنا يسطل متى تقلبوهاش ايدانا ساعات بقى تدخل على خدمة من اول ما تدخل كده ممنوعات لستة ممنوعات ممنوع تعمل كزم ممنوع تروح كزم ممنوع كزم في بعض الخدمات كده تحسوا انها ايه قبل ما يقولوله تعمل ايه بيقولوله ما تعمل شيء فيبقى حاسس هو ايه الرعب ده في بعض الخدمات كده وبعض الكنايز بيبقى فيها كده بيقولولك مثلا ايه كل حاجة ترجع لبونه يعني ايه وانا هسرق ولا ايه ما دول عيالي وفصلي عارفين لما تحس ان ما لكش اي مساحة في الحركة انت عاوز تخدم بس في حدود ديئة زيادة في بعض الخدمات كده وبعض الناس المسؤولين بيبقى عندهم الحتة دي طبعا ربنا يسوع ادى حرية للتلاميذ بزيادة ادى انطلاق حقيقي مساحة من الحركة خلتهم يبقوا ناضجين يغلطوا ويرجعوا له ما فيش مشكلة للأسف مش دايما في المجتمع المصري فيه المساحة دي في كل العلاقات ففي الخدمة احيانا انت بقى انت بتخدم في سجن من الممنوعات يعني تيجي تعمل عاوز تعمل مثلا يوم لا ما ينفعش عاوز تعمل صهرة لا ما ايش مناسب عاوز تجيب هدية لا عاوز يعني تلاقي ايه كمية اللقات كتير قوي عاوز ولما تعمل حاجة من قلبك وتبقى فرحان بيها يجي يقولولك ايه ليه عملت كده فطبعا تبقى مكبوس وانا عملت ايه انا انا عملت حاجة انا شايفها حلوة نذكر الله يعني احنا في مريمورقص عموما يعني انا ما عاشتش في السجن ده عمري لكن انا من كتر ما بسمع كهن او بسمع خدام لأ في ناس عندها قيود جاندة في الخدمة الله يعينهم بجد يبقى فيه سجن احيانا يبقى داخلين فيه احيانا سجن من الظروف من ضمن الليمتيشنز احيانا في الكرازة بقى ان ما فيش حاجة بتتغير ده نوع من السجن اللي هو سجن الاحباط بقى انك بتزقف حجر في جبل فالموضوع مش رادي يمشي فدي انا مش عاوز عيدها لانها قريبة لحكاية الابواب المقفولة يعني فتلاقي وفيش حاجة بتتغير فتحس انك انت كأنك برضو مسجون فيه سجن الضعف ده غير سجن الشه وغير سجن الخوف وغير الليمتيشنز اللي جاية من برا احيانا يبقى فيك نقطة ضعف بتفكرني بموسى موسى النبي كان مسجون في حكاية ما بعرفش الكل كانت رعباية ودي بالذات رغم ان ربنا ده له امكانية المعجزات ربنا تفهمها جدا قاله هجيب لك هارون يبقى هو لسانك انا عارف انك ما بتعرفش تكلم والغريب والعجيب دوروا في اربع كتب لموسى بعد قصة ما اشتكى نفسه من العسامة ما تلاقوهاش ظهرت ولا مر لا في كلامه مع فرعون ولا مع هارون ولا مع الشعب ولا مع ربنا انا مش عارف حصل ايه هو كان عنده نقطة ضعف بتهت بتلعسن هيتحكوا عليا مش ممكن اكون مقنع لا الفرعون ولا للشعب مش عشان عجوز هنعدي عجوز مش دي القضاية لكن مش بعرف اتكلم حتى دي ما وقفتش خالص في طريق خدمته بصد ربنا اتعامل معه اذا احيانا نكون في نقطة ضعف واضح دي بقى عانى منها بولس في شوكة الجسد لما جاله مرض في جسمه وهو منطلق بطبيعته ما فيش حاجة بتوقفه لو لا ولا ملوك ولا سجن ولا والحمد لله الرسول مدين له حرية وهو متحرر من الشهوة من الخوف متحرر بسبب نقوته يعني بس جاله سجن اسمه سجن الضعف اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني ده زل بقى يعني تعبيراته حتى تدل على مرار كان جواه يعني تعبيرات عمره مستخدمها ايه الشيطان يلطمك واشه فيش طان يقدر عليك واضح ان في مرارة جواك كانه مسجون في الشوكة دي يقال انه كان بينزل صديد من عنيفة مكسوف مش عارف يتحرك لازم حد يمسكه ويسنده مش عارف يكتب يعني احتياجات بقى جسدية سماها الضرورات تصور واحد محتاج يدخل التويلت كل ساعة مثلا عندي خادم كده قد كده دي مأي داك خادم حاجة تكسف شوية او حاجة مش مخليها ينطلق واحد خطوته بطيئة في زمن الناس بتجري وهكذا ساعات سجن الضعف يبقى ضعف نفسي عاوز اقول لكم انا عندي اكتر من خادم بتعلقوا من بايبولر والبيبولر ديبراشن نوع من انواع الاكتئاب المزمن واحنا بيبقى صعبة قوي وغالبا بياخدوا دواء فور لايف من انجح الخدام ومحدش يعرف السر غيري انا والشخص والدكتور لكن هو جواه عارف انه نقطة الضعف فضيعة انه يبقى مريض نفسي وبيخدم ونجح في خدمته عجب لكن هو حاسس بسجن طبعا لانه متعيد بدرجة لكن بالنسبة ربنا بيشتغل بيه زي الفل الضعف العقلي احيان واحد يكون مش بيعرف يركز مش بيعرف يحفظ مش بيعرف يستقبل يفهم بسهولة فبيبقى حاسس انه اقل من كل الناس ما بيعرف ش يذكر زي الناس اللي بتذكر ما بيعرف ش يحصل وطبعا تعبان قوي ان اللي حوالي دول بيلقطوا على طول وهو كأنه من بلد تانية كل دي ضعفات قد تضع الانسان في سجن نفسي ممكن المرارة دي محدش يكون حسيسها خالص وبس اللي متأزم واللي حواليه مش واخدين بالهم ولا داريانين به أنا قلت كان نوع من السجن سجن المخاوف ده موجود مش قليل سجن الشهوة ايا كان نوعها سجن من بره وقد يكون اسهلهم اللي هي ريستريكشنز وليمتيشنز كتيرا سجن نقطة الضعف جسدي او عقلي او نفسي كل ده بيطلع في صرخات مسجون بقى عشان كده ابتدت بحكاية صعبان علي يا دي لان في واحد بيبقى طب يا رب ليه كده ليه ليه وانا عاوز اخدمك مثلا كل الناس بتقول لي لا ليه وعاوز اخدمك الخوف رابطني او الشهوة غلباني او نقطة الضعف دي كسراني نفسيا انا مش مش ساوي يوم فوق يوم فبيبقى الواحد جواه صرخة كده زي ما قالها مثلا المزمور اخرج من الحبس نفسي دي واحد مسجون وغالبا داود عمره ما تسجم بالمعنى الحرف وهربان في الجبال لكن خرج من الحبس يبقى واحد حاسس بحبسة داخلية عشان اعرف اسباحك عشان اعرف عايش وانطلق من صرخات المسجون لما بولس عبر عنها كفيلسوف وقال ويحي انا الانسان الشقي دا واحد يعني متغز من نفسه من وجعه من ينقذني من جسد هذا الموت حاسس انه جواه جسد ومحبوس بسبب ضعف الجسد زيها تعبته في تنهدي وعاوم كل ليلة سريري بدموعي كل دي مشاعر تدل على ان واحد جواه حاسس انه في سجن عاوز يطلع منه ومحادش فاهم انه في سجن من صراخات المسجون بقى يرجع لنوع من انواع السجون سجن حوت يونان يونان دخل سجن بجد اصعب من السجن الحديد لان دي كانت اوضة مرعبة حبس بفرادي وريحة وحشة واصوات غريبة وغالبا مؤبد يعني هيموت جوه فما كانش يعرف لكن عارف يصلي هو صرخ من جوه الجوف وطبعا يونان اتنين ده اصحاح رائع جدا والنهار ده على فكرة عيد يونان النبي قال له قد تردت من امام عينك هو عارف انه عامل عاملة فحاسس بمرارة انا اترفت صعبان عليه نفسه ده نبي لكن بقى يغلب دماغ بقى يقاوم فكره اعود انظر هيكلك مش هستسل لازم اطلع ولازم اقف معك ولازم اصالحك واشوف لك حال قد اكتنفتني مياه الى النفس واضح ان في ضغط نفسي مش جسدي بس مش ان نفسه مش عارف ياخده في احساس فضيئ بالزامب انه هو ماسمعش كلام ربانه حاط بيه غمر ونلتف عوش بالبحر برأس ساعات يقوله من كتر الافكار ما هتجننك نزلت الى اساف للجبل قمة الانهيار النفسي مغاليق الارض علي الى الامن وبعدين يصد ده كل يقوله اسعدت من الوهد حياتي هتطلعني من السجن ده لازم اخرج من الجحيم ده وطبعا ماكملش كلامه والحوت طلعه الخروج من السجن له اشكال كتير يعني اللي انا بقوله يمكن كتير منكو حسوا داخليا الخروج عند ربنا من اي سجن ملوش سيناريو واحد في حياة مثلا بعض القدسين كان خروج بمعجزة يعني بطرس والتلاميذ دخلوا تحبسوا صحر خمسة جي ملك قال لهم طلع وراكو شغل ملك دخل السجن فتحه اطلع يطلع منك له ومرة تاني بطرس بعد ما يعقوه بسترشد نام وشخر لانه قال لك هيجي ملك بقى في اي وقت انا مش فضيل ونام ام جاء له البلك فقال انصح هل كل سجن لازم تطلع بمعجزة لا بس احيانا كذا مرة خادم جي قال لي بص انا عاشت سنين كان بيقول لي خبرة شبهي شوي مسجون في الخوف out of nowhere وعظة معينة بعدها قدس حل كأن فعلا السلاسل وقعت كأن باب السجن تفتح بقيت في حالة مختلف كأن فعلا معجزة ده مش المعتاد خلي بالكم بس ممكن يحصل ممكن يحصل بشكل معجز انك تكون مسجون في زعل مع حد انا ما قلتهاش بس دي احد الازجئ السجون انك صعبان عليك من شخص بتحبه فمش عارف تطلع من الفكرة دي وبعدين فجأة ربنا يحط ايده كده يشيل المشاعر دي يرميها في الزبالة تحس بحرية غريبة ازاي كنت قاعد السنين دي كلها مخنوق في الفكرة دي شايل من شخص ومدائل انك بتحبه فانت في خناق جواك طول الوقت كده كان عملية جراحية طلقت منها ما عندكش الورا ساعات يحصل معجل انما في سيناريو تاني ان ربنا يبعد حد يساعدك تطلع من السجن قد يكون اب الاعتراف صديق روحي شريك الحياة قد يكون شخص ما تعرفوش يدخل حياتك في مرحلة يطلعك من السجن ويختفي لانه واحد زي بولس انتوا عارفين عد عليه سجون كتير قوي منها سجون كان يطلع بمعجزة زي سجن في نفس الليلة منها السجن قعد فيه اربع سنين وفي مؤامرات بس جاله ابن اخته قال له على فكرة بكرة هي موتوك قال له انت ايه ده قال ربنا بعثني انا عرفت المؤامر قال له طب روح لقائد الماء احكيله تاني يوم خرجين ومن السجن 200 عسكري و60 فارس باي زفت قائد وهو طلع من السجن عشان يروح السجن اللي بعده فكان ربنا عاوز يقول هي صعبة اطلعك من السجن وعمل لك زفة ما يخدهاش قيصر في زمنه بس هتروح لها سجن جديد انت بتعمل ايه رب مالش انا عاوز ازبطك الفترة دي شوية سجون كده فبقى يلف في البلاد مشتوري عن مرشاليم سجن قيصرية سجن روما سجن في السكة كان فيه سجن جوه المركب اوكي لكن مش هتطلع المرة دي بمعجزة بس فيه ناس بتتدخل فاكرين غملاقيل لما طلع التلاميذ ده كان تدخل الهي من خلال بني ادم فأحيانا ربنا يصخر شخص هو اللي يساعدك تفتح بقى بالسجن ان كان نقطة ضعف او خوف او شهوة او القيود اللي حواليك في الكنيسة او في الخدمة او المشاعر الوحشة اللي سجناك تلاقي واحد بيعرف بنعمة من ربنا يساعدك تطلع منه الخروج من السجن ساعات يبقى على مراحل التحرر ساعات ما يجيش في يوم وليلة تبقى عشان تتعود على الحرية اللي سماها كتاب حرية مجد اولاد الله لا ممكن تاخد ثانية ممكن ما تبقاش بالسهل ممكن عشان ما يفرقش معاك رأي الناس تاخد فيها سنين عشان توصل لكتا ممكن عشان تغلب جسدك وتبقى عارف تمشي مش هو اللي يمشيك ممكن تاخد سنين وليكن بس في الآخر اسمك هتطلع من السجن بس السؤال المهم هو ليه ربنا بيعمل كتاب طب احنا خدامه وعاوزين نخدامه ليه يسيبني مسجون في شهوة ولا في خوف ولا في نقطة ضعف ولا سجن من برة ولا في مشاعر وحشة انا مش عاوزها بس غلباني ما هو ده ربنا وانا بقوله اطلعني من السجن عشان اخدمك يعني وانا بقوله حاجة وحشة لا هو الاباء بيقوله انه فترة السجن السجن الداخلي انا بتكلم في شكل المجازي بنا يحبيكم مش لازم توصلوا تخشيبة يعني مقصودش كده بالحرف لكن لا في بركات في الموضوع اول بركة كل الاباء اجمع عليها مش هتعرف تصلي بحرارة طول عمرك قد في اللحظات اللي كنت فيها في مرارة السجن محدش بيدوق حرارة الصلق قد المساجين اللي مزجون في خوف او مزلول في شهوة وصعبان عليه نفسه قوي من نقطة ضعف او مخنوق من الظروف او مش عارف يطلع من اللي هو فيه ده الوحيد اللي بيعرف يصرخ في الصل والصلا اللي فيها صرخة حط جنبها الف صلة تانية عادية يعني الصلة دي بتوزن الصلة دي هي دي الصلة هي دي اللي بتعمل المفعول العجيب اللي بيغير الانسان اللي بيرقي اللي بينظف فانت ما تستقلش باللحظات دي لانه اللحظات دي عند ربنا recorded في السم لو لاحظتوا حياة القديسين اقروا نحامية اقروا دانيال اقروا موسى لا هي الناس دي طوله لو عمر بتصلي بس فيه كام صلوة بالاسم كده فيه كام موقف فيه كام صرخة recorded هي دي الصلة لما وقف قدام البحر لما دانيال كان في جب الاسود وبيصال لما نحامية رفع قلبه للسامة عشان يطلب حاجة عجب هنا الصرخات دي هي اللي بتعمل حاجة تاني بركة للسجن اي ان كان نوع السجن تواضع كلنا بدون استثناء معجبين بنفسنا شوية رادين على نفسنا شوية شايفين روحنا شوية فينا بقايا كبرياء من جدنا آدم وجدتنا حوة قاعدين لغاية دلوقت فينا حتة كرامة فولت عالي شوية ما فيش علاج للموضوع ده بقوة التجربة او الازمة او السجن ده ما فيش حاجة تخلع الحتة دي قد ما تحسنك مزلول من نفسك او من الظروف خير لي انك ازلال تاني دي ما درست التواضع عشان كده بوليس كان فاهم يقولك لألا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد قلت له شيلها قال لي لا مش هشيلها انا بيحميك من نفسك انا عاوزك متواضع انا عاوزك تعرف انك اقل من كل الناس عشان اعرف اشتغل بيك تعمل معجزات زي ما تعمل بس تبقى واحد بيجرك مش عارف تمشي لوحدك فهنا في بركة كبيرة اسمها التواضع بركة تانية الحكمة العمق واحنا بنتكلم عن القرب من ربنا عن اكتشاف حضور الله عن الدادلينج داركنس ده اللي هو يعني الضباب الالهي اللي هو فيه سر احساس بربنا قرب من ربنا خلي بالك ده ما يجيش في الايام السهلة ده ما يجيش مع ناس نايمة في العسل لا لا ده بيجي بعد شغله بهدلة كل القدسين الكبار دولك كانت حياتهم مليانة وجع والوجع هو اللي هيألهم العمق ده درجة القرب دي فما تخافش من الوجع ده الوجع ده بيفرش لك علاقة عمرك مدوقت زيها أملكت هو ده بقى اللي هيدخلك على مكان في السماء كبير من بركات السجن انك تحس بالناس اللي تزل في نقطة ضعف عارف ذل الناس اللي مزلول سم الخوف لو جاله حد يقوله خايف عمره ما هيحتقر اللي واقع في شهوة لسه كان خادم حلو بيقول لي أبونا أنا مكسوف عيالي في مدارس الأحد بيجي ويحكولي هو عين في شهوات ببقى على لسان يقولهم وأنا كمان قلت له قل لي أنا ما ما بقولش بس حاجة تكسف يعني أكلم إزاي دلوقت أقول إيه طيب وأنا اللي بقوله مش بعمله كلهم بس لازم أقوله ده واحد صادق مع نفسه بس بيحس بقى ما يقدرش يبص لشاب صغير هي يا ود الخيبة اللي انت فيها يقدر يقول كده ده هو خيبان كبير فما يقدر ش يقول كده هو عارف حس يحس بالناس مرة خادم كبير بيقول لي كدت بستغرب قوي من المشاكل الزوجية وكدت طف مع الناس اللي بيقعف مشاكل زوجية ابني ومرات وطلقوا عارف يعني ايه بقى الزل اللي انا شفته فلاقيت نفسي مختلف تماما في التعامل مع المشاكل الزوجية كدت بعذر ما كدت شبرحم كدت شايف ايه اللي بتعمله ده ولما غرزت في موضوع شخصي موضوع اختلف خالص بقيت حاسس بالناس فعلا انه بلاش نقول حاج ما نعرف ش الله اصرار الناس واوجعها شكلها ايه من بركات السجن انك توصل في لحظة تقول له ما عنديش حاج اعمل خلاص خلصت كل المحاولات سلمت نمر فاض بايه شوف هتعمل انت ايه سلمنا كان لنا في انفسنا حكم الموت يعني ايه جبت اخري خلاص مش هارف عمل حاج ودي من اللحظات المهمة في حياة اي خادم ان يقف مفلس قدام ربنا يقف عزيره ما عندوش ولا حاج مغلوب من الخوف زي اصغر واحد معرفش ربنا مغلوب من الشهوة زي اي واحد بايد عن ربنا مغلوب من مشاكله كأنه ما يعرفش ولا آية في الانجيل ومش عارف عمل حاجة عشان يوصل يقوله ايه بتاعتك كلها من اولها الاخرة انت اللي لازم تشلم ويبتدي الاتكال بقى اللي بجد اللي عمره مدائه قبل كده التسليم على وصوله يعني احنا لما بنسلم بندي حط ربنا وشايلين الباقي لا دا مش تسليم دا دا انت حاشر دماغك في المواضيع لكان عشان توصل للتسليم محتاج البركات محتاج الخبرة الصعبة بتاعت السجن بوليس بقى من سجن روما وهو بعت لفليبي بيقول لهم وصل لكل دا على فكرة لانه عدت عليه كل الخبرة دي فقال لهم صدقوني ما بقيت محتاج حاجة اصلا اتعلمت اكون مكتفي انا بعرف اتزل وبعرف استفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء تدربت اجوع استفضل انقص اجبع استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوين لشان كده في دروس بتطلع من خبرات السجن حتى النفس يقول لك طلب عند ربنا ومتأخر وتبقى محبوس في الطلب مش قادر تطلع منه مش قادر تنساه ومكسوف تقوله اطلب للمرة المليون نفس الطلب معلش الدروس اللي هتخدها اغلى من الاحباط اللي انتخدته فساعات يبقى الدرس من ليه في السماء ده اللي تطلع بيه معك لا اريد شيئا في الارد خلص مش مهم مش مهم الخوف يروح ولا الفشل يروح ولا الضعف يروح ولا اللي حوالي يتقل ولا اي حاجة تتصلح المهم ابقى معك من الدروس اللي هتستفدها في مراحل السجن الطويلة دي انا بتكلم على سجن نفس فكرة فعلا لكل امر تحت السماوات يعني ايه فعلا تدخلاته عجيبة في وقت غير خالص الحسابات او الامنيات اللي كانت عندك من الدروس اللي هتطلع بيها الاية دي شغلتني وكنت اول مرة اكتشف الرب صنع الكل لغرضه والشرير ايضا اليوم الشر the lord has made all for himself هو عامل كل ده عشان عشان هو عشان هو اناني يعني لا عشان تبقى بتاعه عشان تدخل السامة والشرير ايضا yes even the wicked for the day of doom يعني حتى لما تغشل خالص ويبقى الشيطان اللي بعد حتى ده محسوب عشان يكمل الفايد ده من ايد ربنا برضو مهما كانت قسوة الظروف زي ولخبطتها ومن هنا توصل انك تهتف مع بولس رد سجون بقى خبرة سجون طويلة اوي فيقولك من سيفصلنا عن محبة المسيح اشد ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر عد على ده سيف كما هو مكتوب من اجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل خانم للزبح كده كده رايحين الدبح يعني ولكن انا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا فاني متيقن لا موت ولا حياة لا ملايكة ولا شياطين لا امور حاضرة ولا مستقبلك لا علو ولا عمق ولا خليقة اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسعى ربنا له كل ما جدو كرم